تكون موجودة فيها كمشروب طبيعي من عشبة الأشواغندا أو كمكمل أو كقميس بغضر نظر للحالات التالية أول حالة ممنوعة اللي هي الحالات اللي عندها اضطرابات في الغد الضرقية سواء خمول بسبب هاشم نوتو أو أسباب أخرى أو ارتفاع هرمونات الغد الضرقية بسبب مرض مناعي أو لأسباب أخرى وبأخذه أدوية تعوضية على شكل الهرمون الثيروكسين فيها الحالة ممنوع يأخذه عشبة الأشواغندا لأن الأشواغندا بتعمل على تحفيز الغد الضرقية وتفعيل عمل هرمون الثيروكسين الأشواغندا هي عشبة موازنة هرمونية من الدرجة الأولى أي شيء بتعلق في ارتفاع الهرمونات أو انخفاض الهرمونات عشبة الأشواغندا بتشتغل وبتعمل وفائدتها على الجهتين يعني بتخفف الارتفاع وبتزيد الانخفاض لأي هرمون موجود عندنا الحالات اللي بتأخذ أدوية اكتئاب أدوية بتتعلق في ارتفاع الضغط الدم أدوية بتتعلق في حالات عصبية زي الصرق ممنوع يأخذه الأشواغندا الأشواغندا هي عشبة طبية تستخدم من 3000 سنة من 3000 سنة وهو الناس يستخدموها طبعا زي ما انتوا شايفين بالصورة هاي صورتها هي شجائرة من الأوراق الخضراء والجدور والعروق والبذور الحمراء هادي اللي شايفينها القطف نبتة الأشواغندا بيتم بعد نضوج البذور هادي في هاي الحالة تقصف هادي البذور الحمراء والأوراق في هاي الحالة بيكون لونهم غامق يعني بني غامق وهون بتكون النبتة جاهزة لعملية القطف الأوراق تأخذ وتعمل كشاي كشاي عشبي والجدور هي اللي أكتر شيء استخدامها في المكملات اللي بتكون على شكل كابسولات لأنه الشكل اللي لازم نعرفها الأشواغندا طاعمها صيد جدا يعني لا تصاخ أكلا أو شربا ما بنقدر نشربها أو صعبي فالأفضل إنه نأخذها كابسولات اللي ما نشعر في مضاقها السيئة هاي معلومة على الجانب من سيئاتها قبل ما نحكي عن حسناتها إن شاء الله المهم أي أعراض أي واحد بأخذ أدوية عصبية لازم يمتنع عن أخذ الأشواغندا الأشواغندا أهم أو أكتر فاعلية لإلها هي عملية تخفيف هرمون الكورتزول هرمون الكورتزول هرمون الضغط النفسي الهرمون اللي برفع الضغط والهرمون اللي برفع السكر وبرفع الكوليسترول وبعمل تشنجات في العضلات وبعمل انكباضات في المعدة هرمون وبوقف المناعة طبعا هرمون الكوليسترول وشو كمان وبعملها شاشة عظام لأنه بسحب الكاسيوم من العظام للدورة الدموية وبعمل تجلطات في الأوعية الدموية هرمون الكورتزول هو الدراع الهرموني للالتهاز العصبي السنباثاوي اللي هو هرموني في الكورتزول وبتبعه الأدرينالين والنور أدرينالين والعصبي بالالتهاز العصبي السنباثاوي اللي بعمل عملية انقباضات للشرايين والأوعية الدموية الأشواجندا بتعمل عملية توقيف لهذه التوصيلات العصبية السنبثاوية توقيف هرموني عن طريق تخفيض حدة الكورتزول إذا كان مرتفع عنا بشكله مش طبيعي أو بشكله العصبي عن طريق العصاب اللي بتعمل تشنجات في العضلات بتعمل تشنجات في الأمعاء بتخربط عملية الهضم والامتصاص العصاب السنبثاوية هذا جهاز عصبي لا إرادة يعني باختصار الأشواجندا من ناحية عصبية بتقطع التواصل بين تحت المهاد اللي هو غد عصبية تحت المهاد ممثل للجهاز العصبي إذا قطعنا التواصل من تحت المهاد مع الغد النخامية في هذه الحالة بنمنع إفراز وتحفيز الغد القضرية عن طريق الغد النخامية يعني بنقطع التواصلات عن طريق أخذ الأشواجندا كمهدئ ومنشط عصبي بس ممنوع مع الأدوية لأنه فعاليته كبيرة أو أدوية ضغط الدم الأشواجندا حتنزل ضغط الدم فإذا أنا بأخذ أدوية تخفيف ضغط الدم في هذه الحالة بيزيد ضغط دمي أقل وبيعرضني لحالة الغثيان وحالة وجع الراس وزيادة الأشواجندا كمان حتعمل مضاعفاتها الجانبية اللي هي الدوخة والدوار وعملية المعدة ألام المعدة المغس لحد ممكن نوصل بالعراض الجانبية للأشواجندا لحالة التقيق في الأشواجندا بتعمل تحفيز العصب الحائل يعني بتعمل تحفيز الجهاز الجار سنباثاوي يعني بتنشط عملية المعدة والكلون وعملية الهضم في هالحالة إذا زدنا عن حدها بتعملنا المغس وتعملنا وجع الراس عشان هيك ممنوع نأخذ الأشواجندا لو أحد عنده مشاكل في الجهاز الهضمي وألام معدي وتقيق وحالة من التقيق إذا أخذنا الأشواجندا هيك بنزيد السيريتونين ونزيد العصب الحائر الكدرته أو الفيغاس نيرف تون وفي هالحالة هذا بيزيد عملية التقيق فلازم إذا بدنا نخفف من عملية التقيق وبنفس الوقت نزيد نزيد عملية الامتصاص للأشواجندا عشان سيستفيد منها زي ما بنعمل في الكركم لازم نضيف شوية فلفل عليه بمقطار الربع اللي تزيد عملية الهضم وعملية الامتصاص للكركمين اللي موجود في الكركم كمضادة الأكسا دي نفس المبدأ الأشواجندا تذاب بدها مياه وبدها دهون صحية لعملية الذوبان والامتصاص وتسريع فعليتها إذا بدنا نسفيد منها بكل مركباتها الجيدة في هاي الحالة وعشان نمنع كمان منقص المعدة ووجع المعدة إذا تؤخذ بعد شربة حساء الدجاج شحوم جيدة أو ملعقتين من جوز الهند من زيت جوز الهند كمان زيود جيدة أو ملعقتين من الأفوغادو نأخذهم فهي بتكون زيود جيدة مع كاسة مية وبعدين نأخذ حبتين من الأشواجندا الأشواجندا ممنوع نأخذها إذا كنا على صفر إذا كنا بيدنا نسافر بيدنا نسوق بالسيارة بيدنا نتحرك بيدنا جهود بدني وفاعل وكرتزول كهي الحال المفروض ما نأخذ الأشواجندا الأشواجندا